بلندر بالوقت الحالي أكثر برنامج متطور في عالم 3D تقدر من خلاله تصنع أي شيء يخطر على بالك إذا وصلت مرحلة الاحتراف هذا البرنامج هو عبارة عن مجموعة برامج تمدمجها وكوّنت برنامج واحد وعلى مد تقدر تسيطر عليه لازم يكون عندك إعدادات خاصة في داخل بلندر أو خلينا نسميها إعداداتك المفضلة بهذا الفيديو راح أشرح أهم الإعدادات اللي تحتاجها في داخل بلندر والإضافات الأساسية اللي أنا أستعب لها في بناء المشاريع مع عدل إضافة الأخيرة اللي بنظري لازم تنزلها حتى قبل لا تنزل برنامج بلندر من أهمية أوكي خلينا نشرح الإعدادات والوظائف وحدة وحدة وتشوف اللي يناسبك منها يلا خلينا نبت بهذا الفيديو راح أستخدم أصدار 4.2.2 أول ما تجي تفتح برنامج بلندر مباشرة تروع على الإعدادات Edit من بعدها Preferences تختار أول إختيار اللي هي الواجهة Enterface وراها تطلع عندك كل هاي الإختيارات احنا نختار أولا اللي هي Resolution Scale يعني حجم الدقة مثل ما تعرفون أنا عندي هاي القناة أقدم بها شرح مفصل عن برنامج بلندر ويحتاج أنه أظهر هذه الكلمات بشكل واضح ودقيق للمشاهد لهذا دائما أنا أخلي حجم الدقة على 1.2 خاصة إذا أستخدم شاشة لابتوب أما في حال إذا استخدمت الديسكتو وتكون الشاشة أكبر أعلي حجم الدقة يعني حسب الشاشة اللي أستخدمها هذا أول إختيار تقدر تزود وتنقص حسب إحتياجك وأعتقد هذا الأمر مهم خاصة للي يعدهم ضعف بالبصر وأيضاً الاختيار الثاني اللي يضافه بالتحديثات الأخيرة هو Developer Extra اختيار المطورين تقدر من النات فعله راح يظل عندك بالأسفل تدخل هنا تلقى عدة أمور قيد التطوير بعد ما نازله لبرنامج بلندر مثل تصحيح الأخطاء أو مشاكل محركات الإيفي أو العمل على إضافات حديثة ومن هاي الأمور بالمعنى العام تقدر من خلال هذا الاختيار تعرف شنو اللي داعي يشترون عليه والإضافات القادمة لقيد التجربة لبرنامج بلندر اللي عنده حب طلاع لهاي المعلومات تقدر من خلال هذا الاختيار تدخل وتشاهد عمل المطورين أوكي ننتقل بعدها للاختيار أنا أعتبره مهم خاصة اللي يستخدمون أجهزة اللابتوب في مكان خارجي وما تريد تدوخ روحك وتحير بالماوس ولازم مصطبة أو ميس أو مكان مناسب لوضع اللابتوب وتريد فقط تستخدم لوحة اللمس اللي موجودة في اللابتوب هذا الاختيار ينطيك تحكم مثل زر عجلة الماوس اللي يكون في الوسط تقدر تفعله وتخلي عمله وتأثيره مثل هذا الزر عن طريق تفعيل هذا الاختيار اللي هو إمريت ثري باتن ماوس من بعدها تروح تضغط على زر الآلت بالكيبورد ونقر تين على لوحة اللمس للابتوب هذا صار تقدر تستخدمه في تدوير عالم 3D داخل شاشة العمل الرئيسية لبرنامج بلندر أما الاختيار الثاني أيضا في وضعية الإمبوت من خانة الكيبورد تفعل هذا الاختيار اللي هو معناة محاكات لوحة الأرقام راح تتفعل عندك الأرقام العلوية الموجودة بالكيبورد من الواحد إلى الصفر ويكون عملها الأساسي تحكم في اتجاه الشاشة اللي تستخدمها للعمل ومثل ما تعرفون أنه بلندر بيميزة تقسيم شاشة العمل إلى أكثر من القسم ومن خلال هذا الاختيار تقدر تحدد اتجاه أي شاشة بحيث تكون مناسبة لمشروعك طبعا هذا الاختيار موجه اللي يحملون اللابتوب وماعتهم مجموعة النمباد اللي تكون على جهة اليمين من الكيبورد حتى صار عندك هذا الاختيار انطي تفعيل واشتغل براتك أوكي خلينا ننتقل للتنقل اللي هي النابغيشن مباشرة أنت تروح تفعل خيار Orbit Around Selection هذا الاختيار ينطيك ميزة بعد التفعيل أنه أي كان يتم تحديده في داخل مشروعك وتريد تسوي عملية دوران داخل الشاشة راح يكون الدوران موجه فقط حول كان المحدد وهذا الاختيار ينطيك ميزة التوجيه والتركيز على المكان المحدد أما في حال ما حدثت أي شيء في مشروعك يعني ترغي التحديد عن طريق النقر بمكان فارغ راح يكون الدوران طبيعي مثل ما هو موجود في بلندر هاي الميزة توفر لك الوقت والجهد والدقة بالعمل داخل بناء المشاريع من بعدها ننتقل إلى أهم اختيار اللي هو اعدادات النظام نصيحة مني أنه تفعل اختيار Optics وتفعل فقط كارت الشاشة اللي موجود في جهازك تترك خيار المعالج غير مفاعل هاي الحركة تخلي برنامج بلندر يستخدم وحدة معالج الرسومات الخاصة اللي هو كارت الشاشة لجهازك بالنسبة 100% وبالتالي هاي الحركة تسرع من عملية الرندر أثناء استخراج المشاريع من داخل برنامج بلندر وأيضاً عندنا هذا الاختيار البسيط بس سأعتبر الملقد مالتي خاصة إذا بديت أشخبط ببلندر وما أنطي حفظ لكل خطوة أسويها بالمشروع أو أنسي حفظ المشاريع بالمعنى العام طبعاً معنات أشخبط بالعراقي يعني مشاريع تجريبية عشوائية للشرح فقط أجرب عليها مجموعة خطوات ببالي وفي حال صارت عندي أكثر من خطوة غلط أضطر أرجع للخطوة الصحيحة اللي أريد أغير منها شكل مشروعي بالبداية ما شنت أعرف أنه هذا الاختيار متوفر شان عندي الرجوع فقط شام خطوة أعتقد ثمان خطوات والصراحة شنت أتحصر أنه ليش ما سويت كذا من البداية أو مثلاً ليش من وصلت لهاي المرحلة ما استنسخت هذا الكائن المهم أي خطوة أنت تريد ترجع تبدي من عندها من خلال تفعيل هذا الاختيار على 256 اللي هو أقصحت راح تقدر ترجع إلى 256 خطوة لورا مشروعك تقدر تضبط عدد الخطوات اللي تريدها بس أنا حالياً أخليها على أعلى شي موجودة وعدنا أيضاً اختيارين مهمات ما ننساهن اللي هن الحفظ متحد أولاً نجي على خيار الحفظ وهذه الخطوة مهمة كلش يعني خاف أنت ما متفعل عندك فلازم تنتبه أنه تفعلها وظيفة هذا الاختيار هي حفظ كل خطوة من مشاريعك بشكل تلقائي يعني بدون ما تضغط على Ctrl S بشكل يدوي من الكيبورد هسأعرفت شنو أهميتها وتقدر أيضاً تحدد مدة الحفظ التلقائي من خلال هذا الاختيار أنا دائماً أخليها على دقيقة واحدة يعني كل دقيقة تسوي عملية حفظ تلقائي وهذه هي أهم شغلة لازم تسويها قبل ما تبدي بأي مشروع لأن في حال صار عندك عطل أو أي مشاكل اللي موجودة في بلندر إذا أنت ما نفعل هذا الاختيار أقرأ على مشاريعك السلام يعني روح تعبك على الفاضي المهم هسأعرفت أهمية هذا الاختيار يلا فعله قبل لا تفقد مشاريعك نروح على ثاني اختيار اللي هو التحميل Load Eye تتأكد من تفعيله؟ هذا الاختيار وظيفته بشكل مختصر أنه يحمل لك واجهة الملف المستخدم اللي موجودة بالملف يعني شونه معنات هذا الكلام؟ مثلاً صديقك رسل إليك ملف أو عندك شخص ثاني بغير مدينة دع تشتغلون على فد مشروع معين من يرسل لك ملف بلندر هو مقسمة تقسيمات الواجهة اللي هو مختارة حسب رغبته بداخل بلندر إذا أنت نفعل هذا الخيار رح يتحمل عندك الملف مثل ما هو موجود عند الشخص الثاني وإذا في حال أنت لاغي هذا الاختيار رح يتحمل عندك الملف بصورة طبيعية فقط المشروع وبدون تقسيمات واجهة المستخدم وأيضاً هذا يفيدك إذا تريد تثبت تقسيمات شاشة خاصة بيك أنه كلما تجي تفتح بلندر تريد تقسيم بهالشكل هذا أيضاً تقدر تقسم الشاشة وتسوي حفظ لملف المشروع كلما تجي تفتح بلندر تروع على فايل من بعدها open وتختار الملف اللي سويت أوكي خلينا ننتقل إلى ثاني قسم مهم في هذا الفيديو هي الإضافات المجانية واللي تحتاجها فعلياً في برنامج بلندر ما رح تطرق للإضافات اللي تكلفك فلوس لأن بلندر بإضافات مجانية مدمجة تقدر تستعملها لبناء مشاريعك قبل لا نبدأ بشرح هذه الإضافات أريد أسهل شنو أكثر اختيار مناسب إلك من الإعدادات اللي شرحتها اكتب بالتعليقات الإعدادات اللي فاتتك من هذا الشرح وذا عندك نطة مواضحة أنا أوضحها إليك ولا تنسى الاشتراك واللايك للفيديو لأن هذا يساعدني أكثر بنشرح هذه المقاطعة التعليمية على مودك أوكي عدنا أولاً هي إضافة كيرف تولز هذه الإضافة نضيف لك منحنيات على الكائن اللي مختارة من قائمة الكيرف خاصة عما تنطي تقسيمات أكثر وتقدر تتحكم في جميع زوايا المنحني بكل سهولة وأيضاً تقدر تغير من شكله حسب الشكل اللي تحتاجه من الإعدادات وأيضاً بها خمس إختيارات استعملهم حسب من طلبات مشروعك ثانياً إضافة إكسترا أوبجيكتز أيضاً تعتبر من مجموعة كيرف هتضيف لك هاي الإضافة أشكال منحنية جاهزة تقدر تطلع عليها وتشوف الشكل اللي تحتاجه مثل اللولب والعقد ويرهم الأشكال الجاهزة المتوفرة بيها أيضاً عندك اختيارات تقدر تعدل عليها من هاي الإعدادات اللي باعتها إضافة سابلينغ تري جين أيضاً من مجموعة الكيرف هاي الإضافة تضيف لك مجموعة أجار تقدر تعدل عليها أو الشجرة واحدة تقدر تعدل عليها من خلال الإعدادات وتغير مجموعة الأشجار اللي متوفرة داخل هاي الإضافة تختار الشكل المناسب تخليها بمشروعك وأيضاً تدعم خاصية الانيميشن رابعاً إضافة ANT Lenscape أيضاً من مجموعة الشبكات هاي الإضافة بيها هواي أشكال من مناظر الطبيعية المعدل عليها سابقاً تقدر تضيفها وتعدل عليها وتفيدك في إنشاء مناظر الطبيعية بصورة سهلة وسريعة بداخل برنامج بلد والإضافة الخامسة اللي هي الأرشميش أيضاً تعتبر من إضافة الشبكات أنا أستخدمها بمشاريع خاصة توفر لك هاي الإضافة قطع جاهزة للبناء مثل باب، شباج، الدرج وأيضاً جدران ومجموعة من النماذج مختلفة تقدر تتحكم قياساتها من خلال الإعدادات اللي بداخل هذه الإضافة وأيضاً بها عدة أشكال تقدر تستخدمها بسهولة راح توفر لك سرعة ودقة بالعمل وعن قريب إن شاء الله أنا أشرحها بشكل مفصل ونروح للإضافة السادسة اللي هي أدت كاميرا ريكز توفر لك هذه الإضافة جهازية مجهزات بالعظام تقدر تتحكم بالكاميرا من خلالهم يعني مثل شخصية كارتونية تقدر تتحكم به كل اتجاهات صورة أسهل من داخل وضع البوز مود سابعاً إضافة اللي هي معناها التصدير واستيراد الصور على شكل شبكة تقدر تعدل عليها من أهم الإضافات اللي أفضلها شخصياً في بلندر لأن من خلالها تقدر تضيف أي صورة للبرنامج على شكل شبكة تكون مشاهد بصورة سريعة مثل خلفيات السماء وغيرها من مشاهد اللي تحتاجها في مشارعك وأيضاً تقدر تضيف صور مرجعية من إنشاء الشخصيات والنماذج اللي تشتغل عليها في مشارعك كاملاً إضافة ملفات SVG طبعاً الاسم كلش طويل أرح أكتب هناك توفر لك هذه الإضافة استيراد ملفات SVG على شكل منحنيات تقدر تصنع منها أشكال ثلاثية الأبعاد تستخدمها بمشاريعك وتتحكم بيها وأكو هواي من مشاريع تقدر تشاهدها على اليوتيوب تتعلم طريقة استخدام هذه الملفات بطريقة عملها إذا أنتم مهتمين بهذا النوع أكتب لي تعليق وإن شاء الله أحاول أنزل شرح عن هذه الملفات والإضافة التاسعة هي إضافة Loop Tools من الإضافات اللي أفضلها شخصياً وأستخدمها بكثرة بالمشاريع تخليك تتحكم بالنموذج بصورة جداً سهلة تقدر تحول مثلاً هذا النموذج إلى دائرة أو اتصال الشبكة بشبكة مباشرة ثانية أنت تستنسخها وأيضاً تسويت الشبكات بشكل منظم تباعد النقاط الVertex بالصورة متساوية وهذه المميزات التي تستخدمها بالمشاريع طبعاً أنا شارح هذا الفيديو لها خاص لها الإضافة تقدر تطلع عليها سأترك إليك رابط الشرح أسفل وصف الفيديو الإضافة العاشرة هي عقدة Wrangler من الإضافات اللي لازم تعرفها شخصياً في Blender خاصة من تضيف مواد لأي كان في مشروعك هذه الإضافة تضيف لك مجموعة مواد بنقرأ زر واحدة وبدون أي تعب صورة منتظمة والإضافة المقبل الأخيرة هي البول تول تختلف عن اللوب تولز هذه الإضافة من الأدوات التسريع اللي تحتاجها في دمج وقطع الكانات ويبعض ويأصن عبارة عن معدل بوليون ولكن بهذه الإضافة تقدر تدمج وتقدر تقطع وتقدر تتحكم بعدة أمور متوفرة بداخل هذه الإضافة وأخيراً من أهم الإضافات اللي ضروري لازم تكون عندك هي إضافة Blender Kit أنا شارح عن هذه الإضافة بمقطع فيديو مفصل تقدر تطلع على طريقة استخدامها هذه الإضافة توفر لك آلاف من النماذج المجانية والمواد المحترفة اللي تقدر تستعملها في مشاريعك اللي يميز هاي الإضافة أنه فقط تقدر تنزل كل هاي المواد بنقرأ زر واحدة فقط يحتاج لك نت هاي هي إضافة Blender Kit ادخل على هذا الفيديو رح يظهر عندك بنهاية هذا المقطع وراح تشوف شرحها بشكل مفصل سلام عليكم